بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشرف قلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم في مقرر مدخل إلى مبادئ علم الفزياء رمز المقرر 101 فيز اليوم إن شاء الله سندس مع بعض الوحدة الأولى أو جزء من الوحدة الأولى وهي بأنوان الأبعاد والوحدات سنستنتج بعض المعادلات بالأبعاد وحنقوم بتحويل بعض الوحدات علم الفيزياء من الأولى المهمة وتدرس في أقسام من كلية ومفترض إن هذا المقرر إن شاء الله يخدم قطاع كبير من الطلاب طبعا هذا المقرر يدرس في كلية الأولى بأقسامها المختلفة الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء كذلك يدرس في كلية الضب والهندسة وكلية علوم الحاسب طبعا علم الفيزياء هو علم بيبحث في تفسير كل الزواهر الطبيعية والكونية ومعروف من الأغريقية هذا العلم اسمه فيزيك يعني المعرفة المعرفة الطبيعية وبالعربية علم الطبيعة وتسمى أحيانا الفيزيق هو علم بيدرس أو يدرس كل ما يتعلق بالمادة وحركتها والطاقة وتحاول أن تفهم الزواهر الطبيعية والقوة المؤسرة في سيرة وسياغة المعرفة في قوانين لا تفسر العمليات السالفة فقط بل التنبؤ بمسيرة العمليات الطبيعية بنمازج تقترب رويدا رويدا من الواقع الفيزيق زي ما قلنا فرع من فروع العلم يعني بدراسة العالم الطبيعي الطاقة والمادة وكيفية ارتباطهم مع بعضهم البعض القوانين الفيزيائية القوانين الفيزياء هي الأساس الذي يتصرف بمقتضاه الكون والذي يشرح كل المشاهد الألمية التي نتعامل معها في الحياة أهميتها تعتبر المرجع الأساسي لتفسير ما يحدث في الكون من ظواهر وموقف علمية وكذلك تعتبر الأساس العلمي الذي بني عليه كل ما نراه من وسائل تكنولوجية مثل الراديو وزي التلفزيون يعني الفيزياء بتهتم في نفس الوقت بهذه الوسائل والتقدم الحضاري والمدني يرجع إلى التقدم الباهر لعلم الفيزياء فجميع الأجهزة التي تملأ حياتنا أساسها الفيزياء زي ما قلنا الراديو وزي التلفزيون وزي اللاسلكي وزي تلفزيون والتلفزيون ملون والهاتف والحاسوب وجهة التشخيص في الضب زي أشعة زي تسويب الرنين المغنيسي زي العلاج بالأشعة وزي النظارات والتلسكوبات ومصبارات المريق والفضاء وغيرها من أفران المايكروويب والكهرباء والتراندسل وميكروفون وغيرها من حاجات كثيرة جدا جدا هي الفيزياء أو القوانين الفيزيائية تعتبر الأساس العلمي لهذه الوسائل خصائص خصائص هذه القوانين ليس لها تبرير نظري ولكنها تصف ما هو موجود لأنها تستند إلى التجربة المعملية تجربة المعملية الحاجة الثانية ومهمة جدا منسجمة ومتكاملة مع بعضها البعض يعني لا يتعرض أحداها مع الأخرى يعني دي خصائص من خصائص القياس القياس طبعا عبارة عن مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية طب إيه هو القياس الفيزياء بتهتم بدقة القياس ودائما يحاول العلماء ابتكار طرق جديدة للقياس عشان تزيد من دقتها فهذا هو أساس التوصل إلى التفسير السليم للظواهر الطبيعية أنت عايزة تفسر ظاهرة طبيعية تفسيرا سليما لابد أن يكون الأداة اللي أنت بتقس بيها دقتها عالية وتقدم الفيزياء فيما توصلت إليه من طرق القياس لاستخدام تستخدم في جميع العلوم الطبيعية والحوية الأخرى كالكيمياء والضب والهندسة والأحياء وغيره طبعا عندينا نظام اسم النظام الدولي للوحدات أو بسموه نظام الوحدات الدولية بسموه Standard International Unit أو نظام الوحدات الدولية اختصاء لكلمة Unit System International والنظام ده شامل هو نظام شامل ومنطقي مصمم ليستخدم في جميع فرولة المواد التكنولوجيا واعتمد رسميا تقريبا عام 1960 بواسطة المؤتمر العام للموازين والمقاييس المنظمة الدولية المسؤولة على المحافظة على القياس العياري ولهذا النظام له ميزة عزمة ايه هي انه نظام الوحيد الذي يشمل جميع الحالات النظرية والعملية ولهذا فان يعني اي شخص يستخدم هذا النظام سوف يوفر المجهود العقلي اللازم للتحويل من نظام الى اخر النظام الدولي لوحدات الدولية ناخد مثال الكتلة مثلا الكتلة تقاس بالكيلو جرام في نظام الدولي للوحدات الطول يقاس بالمتر الزمن الوحدة هي الثانية درجة الحرارة الوحدة الكيلفن كمية الحرارة المول الطيار الكهربي بالانبير الكيميات الفيزيائية هي صفة من صفات ظاهرة فيزيائية معينة قابلة للقياس عندنا نوعين كميات أساسية وكميات مشتقة كمية أساسية وهي كميات التي تكون معروفة بذاتها ولا تحتاج الى كميات اخرى لتعرفها زي مين زي الكتلة والمسافة والزمن كتلة هي كمية أساسية ما نقولش والله الكتلة عبارة عن ايه لا الكتلة كتلة مسافة كمية أساسية المسافة عبارة عن المسافة مسافة والزمن كمية أساسية أمثل على الكميات الأساسية المسافة المسافة تقاس أو نرمز لها بالرمز X وتقاس بالمتر في نظام الدولي الوحدات نرمزها بالرمز X لما يكون الجسم يتحرك حركة أفقية على مستوى السيني في محور X لكن الجسم يسقط عموديا أو يتحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل هذا يتحرك عموديا نرمز للمسافة بالرمز Y لأن هذا المحور العمودي Y أو ممكن نرمزها بالرمز D دي نسبة لأن المسافة باللغة الإنجليز اسمها distance وبالتالي خدنا الحرف الأول سمناها D أي وحدتها المتر الكتلة M وحدتها الكيلوجرام زي ما قلنا الزمن T وحدته الثانية سكن الشحنة الكهربية Q دي كلها دي كميات أساسية وحدتها إيه؟ وحدتها الكولوم ديشة حرارة T temperature وحدتها الكيلفن في النظام العالمي للوحدات وهكذا في نوع تاني من الكميات الكميات المشتق وديه كميات طبعا بيتم مشتققها من الكميات الأساسية زي مين؟ زي السرعة وزي التسارع وزي القوة وزي الشغل الأمثلة على كميات المشتق السرعة السرعة طبعا في لسوتي في رمز لبرامس V وهي مقدار تغير المسافة بالنسبة لتغير الزمن يعني عندي فترة عندي مسافة قطعت هذه المسافة خلال فترة زمنية مقدارها هذه المسافة مقدارها دلتا X قطعت خلال فترة زمنية مقدارها دلتا T وهدتها إيه؟ طبعا مدام هي مسافة على زمن يبقى متر على ثانية المتر واحد القياس المسافة والثانية واحد القياس الزمن متر على ثانية أو متر دوت ثانية سلب واحد طبعا السلب واحد ديها فقط على الثانية الاس التسارع أو العجلة طبعا التسارع على العجل هي Acceleration وبالتالي رمزها A لو عندنا نوعين من التسارع هنعرف فيما بعد النوع الأول لما يكون الجسم يتحرك حركة أفقية يعني حركة خطية فنحن نرمز للتسارع بالرمز A وده مقداره أو هو المعدة بتاعته بتاعت التسارع لها العجلة مقدار التغييف السرعة بالنسبة للزمن واحدتها واحدة السرعة على واحدة الزمن اهي واحدة السرعة قدناها قبل كده متر على الثاني نكسيمها تاني على ثانية وبمتر على كل ثانية تربيع أو متر ضد ثانية سالب اثنين سالب اثنين كمية التحرك كمية التحرك عبارة عن كتلة الجسم في سرعته واحدتها ايه كيلو طبع كتلة الجسم كيلوجرام وسرعته بالمتر كل ثانية يبقى كيلوجرام متر كل ثانية القوة الفورس M في A يبقى قتله تسارع الكتلة واحدتها أيه واحدتها الكيلوجرام والتسارع متن كل ثانية تربيع الوحدة دي كلها اقتصار هوا ليوتن الشغل عبارة عن قوة فيه مسافة واحدة القوة خدناه. كيلوجرام متر كل ثانية تربيع مضروعة في مسافة ثاني يبقى كيلوجرام متر تربيع لكل ثانية تربيع مختصر هذا الوحدة هي الإجولة وحد الشغل